أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الأحد أربعة نيسان أربعة أربعة القمر اليوم موجود في منزل سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يمكت فيها لغاية الساعة أربعة وواحد ثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم السبب أربعة أربعة لينتقل بعدها لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية طبعا القمر موجود في برج الجدي وحكينا أنه تأثير القمر لما بكون في الجدي على جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم ومنجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية برضو تنفع لشراء بوليس التأمين أو الاشتراك بتأمين معين بالنسبة للزوايا الفلكية توجه سؤال أنه لما نحكي عن تأثيرات زاوية تأثيرها على جميع الأبراج والطوالع الآن لما بيصادف أنه في زاويتين في نفس الوقت هي نفس التأثيرات اللي بني الزاوية هاي والزاوية هاي بأثره طول النهار لأنه قبل ما تتشكل الزاوية بثمان ساعات خصوصا زوايا القمر وبعدها بثمان ساعات يعني معدل تقريبا ستعشر ساعة فهي تأثير الزاوية الفلكية حتى لو أنه صار في زاويتين أو ثلاثة للقمر أو عشرة للقمر كل تأثير زاوية بيعمل تأثيراته لحالها فبكون يعني نفس اللي أنا بحكيه موجود إن كان في زاوية أو ما في زوايا بالنسبة للزوايا اليوم أول زاوية هي راح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 وأربع دقائق بعد منتصف هذه الليلة هي من موعد بث الحلقة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيصير في عنا اللي هي مراحل انتقال العطارد من برج الحوت لبرج الحمل يعني الانتقال راح يكون الساعة 3.41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعطارد راح يمكث في برج الحمل لغاية صباح يوم 19.04 والفترة هاي هي حركة أمامية خلال الفترة المذكورة اللي هي من اليوم لغاية 19.04 بيشعروا موليد برج الحمل بقوة الفكر والتركيز والإقناع وبتزداد الرغبة عندهم في إجراء اتصالاتهم أو القايام بسفريات متعددة بيستفيد معهم كذلك مواريد الأبراج النارية مثل الأسد القوس والأبراج الهوائية مثل الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد كوكب عطارد عنده في ساعة ولادته في برج الحمل واللي بينولد وبكون عطارد عنده في برج الحمل يعني ساعة ولادته بيميل للتفكير بسرعة واتخاذ قراراته بسرعة برضو أما بالنسبة للتأثير على الأبراج كاملة في فترة انتقاله أو مكوثه في الحمل فبرج الحمل زي ما حكينا بيشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على الإقناع أو إقناع الغير بأراءهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات أما بالنسبة لموليد برج الثور بيبدأ اهتمامهم بالغيبيات بشكل أكبر بالنسبة للجوزاء بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء السرطان أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل أما بالنسبة للأسد بينشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد برضو الطلاب الأكاديميون في دراستهم أما بالنسبة للعذراء بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة بالنسبة لبرج الميزان بيتبادلوا الآراء أو تبادل الآراء والأفكار مع الشركاء شركاء المال وشركاء العاطفة برج العقرب بتفيدهم أفكارهم مع الزملاء في العمل القوس بيمارسوا نشاطهم أو نشاطات أدبية وبيحثوا أولادهم على الدراسة أما بالنسبة للجدي فبتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية الدلو بيستفيد طلاب الابتدائي والثنوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية بعد موريد هذا البرج ممكن أنهم يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية أما بالنسبة للحود فبتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال وحل بعض المسائل المالية بالنسبة للزاوية التي تليها زوايا الفلكية زاوية التربيع سلبية رح تصير بين القمر وبين الشمس يعني أنه الآن القمر أصبح منتصف بدر يعني الربع الثالث بالنسبة لأيلو والربع الثالث هذا رح يكون الساعة عشرة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية التربيع سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين الزهرة ورح تكون في تمام الساعة ثنتين واثنان وثلاثين دقيقة عصرا فأكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حسب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون ورح تكون في تمام الساعة تسعة وأربع وخمسين دقيقة مساء فبتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة طبعا لخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اللي هو بكرة خمسة أربعة رح يبدأ في تمام الساعة سبعة وخمس دقائق صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة ثلاث دقائق بعد الظهر لينتقل لابر جدله أما بالنسبة لعمر القمر فحكينا عمر القمر هو القمر المربع اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة أحد عشر واثنين وثلاثين دقيقة مساء بيصبح ثلاث وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة اليوم مزاجها سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الجدي حتى يوم خمسة أربعة سعيد بنسبة خمستاش في المية بالنسبة العطارد في الحوت ينتقل للحمل في ساعة الصباح ورح يستمر حتى يوم تسعة عشر أربعة في الحمل اليوم مزاجه منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة عشر أربعة مزاجه اليوم سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاث وعشرين أربعة اليوم مزاجه سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة مزاجه برضو سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم 23-5 اليوم مزاجه منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور حتى يوم 28 مزاجه سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 مزاجه سعيد بنسبة 15% توصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك لا العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت عليك الضغوط حاول أنك تبرر عملك وتظهر مهاراتك ممكن الظروف هيك تكون معقدة أو صعبة وإنتي طباعك وأفكارك مشتتة وعصب نتيجة الغضب والاضطراب برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء أنه يحبطك التطورات غانية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع عندك المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر أو بتتعلق بالسفر وبرضو جيد لورشات العمل برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض وصحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقف متصلبة بل كن مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية بتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي وهذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء بتكون متوترة حاول انك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء شوي بتكون ضاغطة نسبيا والمسؤوليات بتكون كبيرة أهم اشي انك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد اليوم بيبدأ العمل بالتراكم عندكم ما هيك انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة حاول انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية او رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لنشاط فني وهاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ولكن ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب الامور هاي فترة بناءة واجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو اليوم مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك او ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء اليوم بيحمل معك اعمال وانشغالات منزلية برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز انتحان او اجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة وممكن انك تبرر مواقفك او معاني تحاول انك ترتب امور تتعلق بالمشاعر يبتنشط بالتنقلات وبالاتصالات ولكن دير بالك من الكلام الجارح او اللاذع على اساس انه ما يصير عندك مشاكل برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة اهم اشي انك ما تتكبر الكواكب تعمل لصالحك وبتسهل حياتك ما تسمح لأحد بانه يغشك ممكن يعني تحاول انك تكون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي بشكل اكثر برج الجدي بتبدأ اليوم فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد جديد وانك تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من اسرع فترات الشهر حاول انك تدخل التنويع لحياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل انفراج وتسويه برج الدلو لليوم الاخير بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها حاولوا انك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر ومن كل حسم حاول انهاء هاي الفترة بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما انه ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر لا داعي للتسرع يوم بعدين الامور بتصير لصالحك برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل التواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حشد تأييد او دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنضم لجمعية او تهتم لشؤون اقارب الشريك الاهم انك اليوم تحاول تنجز كل امورك المهمة والضرورية لانه ابتداء من بكرة القمر رح يصير في الدلو يعني في بيت متعبك ايه من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة